في اللعب الجماعية شفنا ابن الأهل وابن منتخب مصر الكبير علي زين الهواري اللي فاز معنا دي برشلونة الأسباني ببطولة الأمم الأوروبية واستقبلوا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكرموا على هذا الإنجاز الكبير احنا بنتكلم على كنا بنحتفي وبنفرح ونفخر بمحمد صلاح انه يساهم مع الفربول في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ابننا كمان علي الهواري وهو بيفوز مع برشلونة ببطولة الأمم أو بطولة دوري أبطال أوروبا قبل ما يترك برشلونة إلى دينامو بوخارست شوف هو علي طالع بقوة شديدة وهو ناشئ وكان من أهم لعبة مصر بدأ مسيرته الاحترافية بدري وطموحه لا توقف كنا قريبين ان احنا نجيبه السنادي يرجع يلعب موسم ولا حاجة مع النادي الأهلي ولكن طبعا مسألة انه هو ده بقى بطل أوروبا خلي بالك انه هو رايح دينامو بوخارست دينامو بوخارست من الأندية المنافسة على هذا اللقب يعني هو مش رايح نادي يعني لا عنده الطموح ان يكسب معاه تاني هذه البطولة يحيى ونتمنى له التوفيق لكن ايضا احنا كرمنا في مصر طيب ايه اللي يخلي جزائر برضو يلفت نظرك كرماته النهاردة في استقباله لما وصل لينضم المنتخب مصر لا تم تكريمه بشكل شخصي يعني الدوله تروفي وبتاعه يعني جايزة انا عايز اقولك ان هو مع المنتخب مصر وصلوا لسيمي فاينال لو لعبه فاينال هيبقى برضو جابه فضة والمنتخب يشهد بعض النمازج الصعيدة عندنا منهم نمازج متقلقة جدا نتمنى ان مش هنشير اللهم دلوقتي حنستنى شوية لان الحقيقة انا شاف الهندبول واخده اهتمام كبير اوي سنادي يعني انت عندك مدرب اجنبي هو دربه او كرمه في الجزائر امين بن موسى رئيس احد الانديا نادي تراجي اوريزيو ايو اه واللي حرص على تكريم ايو احد الاندي بصرط النظر انت كرمت في غير بلدك صحيح من عائلة كرة اليد صحيح لانك انت من عائلة كرة اليد اللي شرفت يعني هو التكريم له معنى انا اتحدث عن معنى التكريم ايو مش مش جهته اه يعني تكرمت في بلدك وبرا بلدك اه طيب ده الجولة لأبطال المصر وابناء النادي الاه وهذا الاسهام الاهلاوي الكبير